السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في درس اليوم اللي غنتعرفوا فيه على Les Determinants Demonstratifs Les Determinants Demonstratifs فهذا درس مهم في اللغة الفرنسية يجب على كل متعلم معرفته فلنبدأ على بركة الله ف Les Determinants Demonstratifs أو Les Adjectifs Demonstratifs sont utilisés pour déterminer, désigner et pour montrer la chose, l'animal ou la personne dont on parle Les Determinants Demonstratifs أو صفات الإشارة كنستعملهم لنحدد نشير لنبرز أو لنبين الشيء الحيوان أو الشخص الذي نتكلم عنه بسيغة أخرى هادلت Determinants Demonstratifs أو صفات الإشارة كنستعملهم مع العاقل وغير العاقل يعني مع الأشخاص ومع الأشياء داكور ce sont les mots suivants هما هادل كلمات التالية ce set set say فهذا set بالخصوص بزافة الناس كي يكون لديهم فيها مشكل فغير تبقى معي الدرس حتى الأخير إن شاء الله ما بقاش تخطئو c'est les Determinants Demonstratifs نبدأ بس فإلى عندي شيء اسم masculine singulier يعني مذكر مفرد وبغيت نبينه أو بغيت نحدده أو بغيت نشير له سكنستعمل قبل منه س س اللي كتعني هاذا هاذا نشوفوا اكزامبل أو مثال س غرسان هادا الولد هادا الولد داكور إلا بغيت نشير هادلغرسان كنقول س غرسان أو هادا الولد نشوفوا مثال تاني س ليف هادا الكتاب هادا الكتاب فهنا كنلاحظه لأنه س كنستعملها مع العاقل ومع غير العاقل يعني مع الأشخاص ومع الأشياء باكور دونك س كيف قلنا كنستعملها إلا بغيت نشير لشيء اسم مفرد مذكر فإلا بغيت نشير ليه كنستعمل قبل منه س الآن نمر الست فهالست يليشي شوية الناس كيتخلعوا منها إلا بغيت نشير لشيء اسم مفرد مذكر ماشكولا سنجلي كنستعمل قبل منه س حتى الهنا متفقين ولكن كي كومنس بغيت نشير بغيت نشير بغيت نشير ولكن هذا الاسم خصو يكون كي بدأ بغيت نشير والي بغيت نشير 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 لهم و الاسم الاسم الاخر اللي هي ويل والاسم الاخر كي بدأ بويل يعني يمكنش ليه في النطق ما يمكنش ما غاديش يجي الكلمة مقدة إلا كلمة كانت نتهي بويل الخرا كانت بويل ما غاديش يجي الكلمة يهدك دونك تكس كان عوضو هب ست ست داكور دونك قولنا ان نور مسكولان سنگلية كي بدأ بويل او هش موه او هش موه داكور دونك يلا ينشي اسم مسكولان سنگلية وكي بدأ ب هش موه فا رح كنستاملو مع ست منشي سوفو ديز اجمبل باشن فهمون ديان عنا ست انфان ست انفان فانفان ات ان مشكل سنگلية اسم موه مدكور مشكل هي مدكور وسنگلية هي مفرد ست انفان ات ان مسكل سنگلية اسم موه مدكور مفرد قبل من نور رح ستعمل س س لقد رح رح ستعمل س ولكن انا عندي انفون كتبدا ب او او اللي هي فويل بوك قبل منها كندير ست وماشي سو داكو؟ ست انفون هادا الطفل هادا الطفل لأكزمبل تاني ست اوبيتال ست اوبيتال فا اوبيتال اتانو مسكولان سنجليل اوبيتال كياني مستشفى انو مسكولان مذكر سنجليل مفرد فبغيت نشير ليه فكنستعمل قبل منه سو ولكن ولكن كيبدا باش مويه لونقبل منه كتكون ست وماشي سو داكو؟ اتمنى يكون واضح لكم قلنا سو كنستعملها اللي بغيت نشير لشي اسم مفرد مذكر فقبل منه كنستعمل سو ست اللي بيت نشير لشي اسم مفرد مذكر ولكن يكون كيبدا بويل او اش موه فقبل منه كتكون ست وماشي سو داكو؟ الان نتقلو الست اللي فيها داكو فبنسبة الست كنستعملها اللي بغيت نشير لشي اسم سمينة سانجولية سمينة 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 كتعني مؤنة سانجولية مفرد فإلا عندي شي اسم مفرد مؤنة إلا بغيت نشير لشي اسم فكانستعمل قبل منه ست ست اللي فيها كيف قلنا داكو نشوفوا اكزمبل او مثال ست في ست في هذه البنت هذه البنت فقلنا سو و ست اللي فيها غير تي وحدة كتعني هذا و ست اللي فيها دو تي هادي كنتستعملها مع الفيمينة او مع المتنس فكتعني هاديه يعني هاديه البنت هاديه البنت ست في لعنا ايضا ست تاني ست تاني هذه السنة ست تاني داكو فهنا غا تقولوا لي علاش ست كتنتهي بأ و آني كتبدا بأ يعني كتنتهي بأ لها يفويل و آني كتبدا بأ لها يفويل ولكن خليناها مدلنا الشي تغير ففي الفونيتيك ست كتنتهي بأ في النطق نتاعها كتنتهي بأ ست داكو وبنسبة لآني كتبدا بأ هنا وخاف الكتاب راكينا و لكن في الفوني يتكرى كتنتهي بالت يعني كنتسمع الصوت نتاع الت ست مشي بحال سو مشي بحال سو الأولى مثلا عندي أمفون سو أمفون كاتجي شوية تقيلة داكو الآن نمر السي سي نستعملها مع الجمع مع الجمع بنوعية سواء الجمع مذكر أو جمع مؤند قالوا غيري عندي شيء اسم بلوغيال يعني جمع نريد نشير لها فكنستعمل قبل منها سي كيف قلنا الجمع بنوعية سواء في مينة أو مشكلة يعني مذكر جمع مذكر أو جمع مؤند دكتور سي كنستعملها مع الجمع اكزامبل سي في سي في أو سي غرسان سي غرسان فهنا عندي لفي يعني جمع لفي فكنستعمل مع سي وأيضا لغرسان اللي هو جمع لغرسان فإلا بيتنشير لهم كنستعمل سي دكتور دكتور سي كنستعملها مع الجمع غتقولوني سو الجمع نتاعها هو سي يعني زدنا غير اس يعني ست حتى هي سنضيف لها اس باش تكون جمع مؤند كفرمتو كيفاش نون هادا خاطأ مكيناش في الفرنسي ست يعني كتكتب هاد الشكل باس هادا خاطأ فسي كنستعملها مع المذكر ومع المؤند يعني الجمع بنواعي كنستعملوا معهم سي دكتور نتمنى يكون واضح لكم الآن مروا نشوفوا ديز اكزامبي او أمتلا باش تفهمون ديان باستعمال داع سو وست ست اسي أول ميتال لدينا سشا سشا فلشا لشا فشا ست نون ماشكولا سنجولية ماشكولا مذكا سنجولية مفرد فإلا بغيت نشير لي هنستعمل قبل منه س سشا ميتال تاني ستامي ستامي فهنا عندي آمي عندي آنن اللي هو ماشكولا سنجولية ينه مفرد مودكا فنوغمالمن اللي بغيت نشير لي هنستعمل س ولكن بما أنهو كي بداب آ اللي هي فهنستعمل ست 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 آمي ست آمي داكور ست دام ست دام فهنا عندي لادام عندي سمينة سنجولية ينه مو أنك مفرد فإلا بغيت نشير لهذا لادام غنقل ست دام هذه السيدة ست دام داكور ست وازو ست وازو فهنا عندي وازو وازو اللي هو أنو مشكولا سنجولية كي بداب قو اللي هي فغنستعمل معاه ست ست وازو هذا العصفور ست وازو شوفوا متى الاخر سي ميزان سي ميزان فهنا عندي لازميزان pluriel لازميزان فإلا بغيت نشير لهم كي نستعمل قبل منهم سي 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 ميزان ست البيم ست البيم فعندي البيم لي هو وانو مشكولا سنجولية كي كمانس بغيت نشير كي نستعمل ست فا كي نستعمل دي ترمين دемонстратив ست ست كي نو كيف قلنا البيم كي بداب قلي هي وويل ست عين ست عين فا عين كي تاني پا ارا دون كي نو مشكولا سنجولية ولكن كي بداب وويل دون قبل منو كي نستعمل ست دي ترمين دемонстратив ست كي انو كيف قلنا افجون كي تبدأ ويل فهنا نساب هو فا افجون في لغة العربية هي اسم مؤنس فا نقول هادي هي الطائرة ولكن في الفرنس اسم مذكر فا نقول ست افجون يعني اسم مذكر مش مؤنس دا 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 مشكولان سنجلي فا نستعمل قبل منو س س بي هذا البلد ست ام ست ام فهنا عندي ام اللي هو انو مشكولان سنجلي ام كي كومنس با اش مؤ فهنا كي يبدأ با اش مؤ دونك قبل منو كنستعمل ست ست قولنا ها بست كنستعملو ها قبل من الاسم اللي كي بدأ بالحق يكونو مشكولان سنجلي يعني مفرد مذكر ست فام ست فالفام اتنو فام ست فام ست ست فام ست اغبغ هنا ايضا ففي لغة العربية عندي اغبغ اسم مؤنث يعني تنقل هادي شجرة ولكن في الفرنس راح اغبغ اسم مذكر ماشي بحل العربية اسم مؤنث اغبغ سنستعمل معها ست ست لي انتقل مذكر ماشي ست لي في هادي ت او فانتابه ما تبقى واشترجع الكلمة العربية باش تعرفو واش غيكون قبل منها س او ست لي انتقل في مين اغبغ 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 مؤنث او الفرنس مذكر ست اغبغ واخر مثال لدينا س بار ست ست س س س س س س س س س وبهذا نصل لنهاية الحصة تعرفنا فيها على او صفات الاشارة فقلنا اذا عندي شي اسم مفرد مذكر وبغيت نشير لي ذا نستعمل قبل منه س اللي تعني هذا اذا عندي شي اسم مفرد مذكر ولكن كيبدأ بفويل او باش مويل فكنستعمل قبل منه ست قلنا الست اللي فيها دوت فكنستعملها قبل من الاسم اللي هما مفرد مؤنت يعني فمينان فكنستعمل قبل منه تب لكتعني هذه وبالنسبة للجمع كنستعمل قبل منه س لكتعني هؤلاء متمنى يكون كل شي واضح لكم ومتنسى اشتركوا الدرس مع الشقائكم احببكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة وانتلقوا في حسنة مقبلة ان شاء الله شكرا 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 شكرا